شعار قاله القديس بولس أنا ما أنا بل نعمة الله العمل فيه حد الرفاع صوم وصلى وصدق الكنوز، كنوز الأرضية هي الزات تجربة التحدي الأساسي هو الزات بالإبن الضال، اللي خلى الولد ده يسير بيت أبو زاته دي السامرية محبوسة في مرارة صغر النفس المخلع اللي عايش مع نفسه بيبقى زي المشلول المولود أعمى، الزات بتعمي الإنسان حد الشعنين يعرفوا يكسروا ذاتهم أنا ما أنا بسم الأب والابن والروح القدس الإلال واحد أمين النهاردة الثلاث من الأسبوع السادس وعاوز أركز معاكم في قراءة واحدة النهاردة بولس الرسول كورونسوس الأولى 14 وموضوع الألسنة لأنه حوالينا معتقدات غير أرثوذكسية دخيلة علينا من الغرب وملخبطة ناس كتير موضوع الألسنة النهاردة بالذات في كورونسوس 14 لو قريته الإصحاح بدقة هتلاقوا أن بولس ضد الألسنة مش مع الألسنة وأبلاء على طول في كورونسوس 13 كان بيقول إيه إن كنت أتكلم بألسنت الناس والملايك لكن ليست ليه محبة فقد صرته نحاسا يطن وصنجا يرين حتى الأسلوب يوحي كده إنه هو إيه يعني متغزم الموضوع إيه حكاية الألسنة ولأنه النهاردة إحنا مفهمنا الأرثوذكسي مش مع موضة الألسنة دي أولا الألسنة موهبة من مواهب الروح القدس محدش يقدر ينكر إنها في أعمال 2 يوم الخمسين حل الروح القدس على التلاميذ وطفقوا يتكلمون بألسنة وذكرت 14 لغة مسجلة في أعمال 2 كانت الناس سمعة اللغات بتاعتها فكانت آية يعني معجزة لأن الناس البسطة دول اللي منهم صيادين ومنهم عشرين إزاي يتقنوا اللغات دي كلها وكانت رسالة خلاص وحدة انتهت في اليوم ده بمعمودية الألف بعد سنين أصبح فيه مؤمنين في كل بلد وأصبح الاحتياج للموهبة بيقل ليه؟ لأنه طالما فيه ناس تعرف لغة الناس هنحتاج ليه لألسنة ربنا يسوع ما كانش بيتكلم بألسنة بدايةً لأنه كان بيكلم الجليليين اللي من بلده أو اليهود اللي من شعبه فما كانش فيه ألسنة في الموضوع حتى يقيل لما ذكر فكرة الألسنة في النبوة كانت إشارة ليوم الخمسين بدأت الموهبة دي تنحرف وده يؤكد كلام القديس بولس الرسول في بعض الناس بدأت تتباهى بالألسن فالنهاردة مثلا بيقول إيه أشكر الله أني أتكلم بالألسنة أكثر من جميعكم ولكن أريد أتكلم خمس كلمات في الكنيسة بزهني كي أعلم آخرين أكثر من عشر تلاف كلمة بلسن يبقى واضح أنه هو ضد الموضوع ليه بيقول أنا بعرف أتكلم بألسن مع أنه ما سمعناش في سفر الأعمال أنه كان بيتكلم بألسن فواضح أنه واخد موقف شوي وأنا بيقول أنا أتكلم خمس كلمات بالعقل الناس تفهم أكثر من عشر تلاف كلمة بلسن والناس مش فهمة إيه قيمتها يبقى أنا الخديث بولس بيؤكد أن العنصر الاستعراضي أو الإبهاري أن الناس تنبهر ده مش شغلنا خالص ربنا يسوع لما طلب منه يعمل آية قال لهم لا يعطى هذا الجيل جيل شرير وفاصق لا يعطى آية يعني هو أنتوا فاكريني بستعرض بعمل معجزات للعرض فالألسنة أحيانا تتحول إلى أسلوب من العرض والإبهار والإبهار اللي يشد الأنظار إنما ما فيهاش رسالة روحية وبعدين هو الروح القدس بيدي المواهب ليه؟ إحنا لو درسنا في الكتاب نعرف إن المواهب لها قاعدة مهمة قوي لبنيان الكنيسة بنيان الكنيسة يحتاج حكتين المواهب تتكامل من أجل البنيان وتبقى الرسالة في الآخر واحدة عند الكل الحقيقة الكلام ده مش موجود في الألسنة بتاعت اليومين دول ليه؟ بنيان الكنيسة إيه قيمة إن إحنا نكون عارفين لغة بعض وأنا نتكلم باللسان طبعا نتكلم باللغة المفهومة وبعدين لو قلت لا ما هو فيه رسالة من ربنا طبعا الرسالة في الإنجيل واضح وفي تاريخ الكنيسة ما سمعناش أبدا إن يوحنى زهبيه الفمه وبطرك عظيم جدا في القرن الرابع والخامس كان يقف قدام شعبه يوعظ بألسنة وبالمناسبة هو اللي فصر كورونسوس أحد مفسرين كورونسوس وقال ضمن تفسيره لم تعد هناك ألسنة لأنه لم تعد الكنيسة تحتاجها ده كلام قديس عظيم مشهود له في كنيس العالم من القرن الخامس وبعدين يقول القديس بولس هنا أيها الإخوة لا تكونوا أولادا في أذهانكم بل كونوا أولادا في الشر يعني إيه التعبير ده؟ يعني ما تبقواش سزج ما يدحكش عليكم مش أي شوية كلام يبقى ده كلام الروح القدس زي اللي قال القديس يحنى امتحنوا الأرواح مش كل روح يتبقى الروح القدس أكد لكم الحتة دي هل ينفع الروح القدس يعلم في الكنيسة إن لازم الإنسان يتوب ويعترف ويعترف والروح القدس نفس يشاهد iceberg أنه ليس محتاج يتوبًا ويعترف عشان يخلص هل ينفع الروح القدس في الكنيسة يعني أن يقول ان المعمودية ضرورية للخلاص وفي الكنيسة آخر تانية المعمودية ليس ضرورية للخلاص ماهو أكيد في كلام للروح القدس وفي كلام للروح الآخر لأنه مرة يعقوب ويحنم اضغازوا من بتوع السامرة وقالوا له يا رب تحب نزل نارتا كلهم قال لهم لستما تعلمان من أي روح أنتما الله مش دول تلميذك يا رب أه بس بيتكلموا دلوقتي مش بالروح القدس إذا مش كل من يدعي أن الروح بيقول يبقى الروح القدس بيقول لأن الروح القدس يجمع ما يشتتش الكنيس ما يطلعش كل واحد بطيف ما يمشيش كل واحد على هواف التفسير ما يمزعش الكنيس ما يستعرضش معجزات ده مش الروح الوديعي لهادي الروح القدس وبعدين يقول إيه يقول إن اجتمعت الكنيسة كلها معا وكان الجميع يتكلمون بألسنة ده بوليس بيتهكم على موضوع الألسنة بزيادة فدخل عاميون أو غير مؤمنين أفلا يقولون أنكم قد جننتم ده اللي بيحصل دلوقتي بالضبط لو دخل واحد غير مسيحي في اجتماع فيه ألسنة وفيه ناس بتعمل حاجات غريبة يقول إيه شغل المجانين ده هي دي المسيحية إحنا بنهي اسم ربنا ولا بنمجد اسم ربنا ده كلام القديس بوليس في الإنجيل لأن البعض بيعتبرنا متشددين الحقيقة ده إعلان الروح القدس في الإنجيل أما إذا تنبأ الجميع تنبأ هنا يعني الكلام المفهوم يعني الوعظ اللي لكل الناس مجمعة عليه اللي فيه تعليم الكنيسة وتعليم الكتاب فدخل أحد غير مؤمن أو أمي فإنه يوبخ من الجميع ويفحص من الكل يعني إيه لما يدخل في اجتماع فيه جرح الإنجيل أو فيه تعليم مسيحي عن التوبة عن لهوت المسيح مش الشخص اللي يدخل ده يقول ده كلام موزون ده كلام مفيد يخجل من نفسه أنه بعيد عن الإيمان أو بعيد عن التوبة لكن حكاية الألسنة والزيطة دي كلها طب ودي هتخلي حد يتوب ولا يتحكوا علينا هل ممكن الشيطان يكون بيصخر مننا عشان غير المؤمنين يتحكوا علينا يكمل بعد كده يقول إيه ما هو إذن أيها الإخوة ما تجتمعتم كل واحد منكم له مزمور يعني دي الأجبية بقى له تعليم له إعلان له لسان له ترجمة فليكن كل شيء للبنيان لأن ما كانتش الألسنة اختفت في وقت القديس بولس كان لسه لها مكان طبعا لكن أهم حاجة للبنيان نحن نرى أن الألسنة لم تعود للبنيان إعلقة ده بموضوعنا بقى أنا ما أنا الألسنة والآيات هي دليل ذات ليه؟ لأنه هي طبعا إذا كانت عطية الروح القدس ما نقدرش نقول كده لأن القديسين خدوا مواهب الروح القدس لكن إذا ما كانتش عطية الروح القدس بتكون عطية يعني مش الروح القدس بقى عاوزين تنفخ الزات وتبقى الكرامة هي اللي بتحرك الأمور ويبقى مجد الشخص ذاته هو المحرك الأساسي يبقى هنا الخادم بيسرق مجد المسيح لأنه بيتباهى أنه هو الشخصية المؤثرة هو اللي الناس كلها لازم تسمعه وعلى فكرة أغلب اللي بيعملوا كده بيطلعوا الناس من كنيسه وبيفصلوهم عن الأسرار ما فيش حاجة ضغيز الشيطان قد الأسرار اللي فيها عمل الروح القدس سر المعمودية والميرون والاعتراف والتناول هو عاوزين يلغى عمل الشيطان هو ضد عمل المسيح المسيح اللي جاي يخلقنا خليقة جديدة بفداءه بالمعمودية يلغي المعمودية فيعطل الفداء المسيح اللي جاي يدينا جسده ودمه يلغي الإفخارستية فيعطل اتحادنا بالمسيح وما فيش مانع بقى نتبهى بأي حاجة تاني إذن احذروا يا أحبائي من موجة الألسنة اللي مشى وما تصدقوا شنه ده تعليم الكتاب لأنه في تعليم الكتاب نحن لا نأخذ الكتاب من عندياتنا أغسطينوس يقول بتعبير مهم يقول ما فهمش الإنجيل برا الكنيسة أريوس كان مسك الإنجيل وطلع المسيح مش ربنا إذن مش كل واحد هيمسك الإنجيل هيطلع تعليم مظبوط الشيطان كان بيأخذ من الآيات ويجرب المسيح يقوله مش مكتوب إنك ترمي نفسك ويوصي ملائكته بيك ليحملوك إذن مش كل واحد بيقول الإنجيل بيقول يبقى كلامه صح ممكن تبقى الآية صح لكن التفسير غلط التأويل مختلف علشان كده احنا نقوله استلامنا غير كده الكنيسة علمتنا غير كده واللي بيعترض على قولة الكنيسة علمتنا يقول الكنيسة دي بشر يبقى مش فاهم يعني الكنيسة الكنيسة يقودها روح الله وروح الله ما سبش البشرية 1500 سنة لغاية ما طلعوا ناس يقولوا اللا دا الكنيسة مش غلط وطلع الكهنود غلط والأسرار غلط والشفاعة غلط وكانت الكنيسة 1500 سنة مش غلط والروح القدس سايبها ماشية غلط وفداء المسيح كده يتعطل لمجرد أن فيه جيل هيجي حينور الناس كلها الحقيقة كلام ده محزن أن شعبنا ممكن يمشي وراء الحاجات دي من غير حكمة وهنا يحرك هذه الأمور الأنا البريق الشخصي مجد الزات إنما الشخص المتواضع الوديع ابن الكنيسة ابن الطاعة اللي عينه على الملكوت اللي فاهم يعني إيه باب دي كلام ده ما بيمناش دماغه أبدا هو بيدور في التوبة يدور في التلمزة يدور في الأداس عارف طريق الملكوت صح لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد اشتركوا في القناة